الأم بقى ننتقل للأب واتكلمنا يمكن عن الأب كتير جدا جدا وقد إيه الأب بيضحي يعني أو خلينا نقول بيتصرف تصرفات كده يعني تلقائية جدا احنا كان فيه صورة على الفيسبوك كان فيه رحلة لشرم الشيخ وفيه بنوتة كانت قاعدة في الكرسي قدام باباها نشوف الصورة يا جماعة لو سمحتوا البنت دي نامت وعلشان رأسها ما تخبطش في إيد الكرسي بتاع الطيارة باباها فضل حاطت إيده زي ما انتوا شايفين كده زي المخدة مدة الرحلة كلها اللي هي ساعة لربع أو ساعة تقريبا علشان البنت رأسها ما توجعهاش أو ما تخبطش في إيد الكرسي هو ده الأب حركة بسيطة جدا جدا ويمكن الراجل ما خدش باله خالص هو عملها بتلقائية بس خلينا نقول ان اللي صوره ده حس قد إيه يعني دي حاجة عظيمة يمكن هو مش واخد باله منها أو يمكن البنت ما تحسش بها دلوقتي بس أنا تحياتي أكتر بقى للي صور الصورة دي علشان يوثق لهذا الموقف الرائع تحياتنا لكل أم وكل أب ومنصبح عليكم كلكم ومنحبكم كلكم وانتوا كلكم فوق رأسنا قبل ما نروح بقى لمبادرة ساكن كريمة